اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الاهلي في هذا اللقاء إن شاء الله يوم الجمعة إن شاء الله الغياب الجماهير هيكون مفيد للنادي الاهلي. يعني النقاط الكوة اللي بيلعب بها الهلال دايماً الجماهير والنستاد وطبعاً إمكانياتهم. الغياب الجماهير ممكن يفرق مع النادي الاهلي. لا هيفرق طبعاً هيفرق لأن برضو هما الجماهير في السودان بيحبوا فرقهم أو بيحبوا المريخ الهلال. كل الفرق دي بحبوها وبيشجعها طول الوقت. ولكن الاهلي شبراته في الكرة الأفريقية كبيرة حتى لو حضر جماهير لا نادي الآلي اللي أسلوبه ليه أداءه ليه فكره وزي ما قلت لك اللعبة خبرات اللعبة خبرات كويسة جدا فيه كرة الأفريقية كانت النادي الآلي واستكراره الفني في الفترة الأخيرة مع مدير فني جيد ورائع جدا بيفوز ببطلتين دوري أبطال الأفريقية برونزيت كاس العالم مرة تانية على التوالي أيضا تؤهله أنه يحتفظ باللقب ان شاء الله ان شاء الله مشواري الآلي كويس ومشواري زي ما قلت لك النادي الآلي دائما نادي بطلات يعني أي مدير فني النهاردة بيبقى متواجد في النادي الآلي لازم يبقى النهاردة عنده عنده رؤية لبطولة سواء دوري عام سواء كاسر ربطة سواء بطلات أفريقية عنده رؤية دائما لأنه بيبقى مطالب مطالب من الجماهير الآلي وأعضاء النادي الآلي ومجلس إدارة النادي الآلي والإعلام في النادي الآلي كل ده مطالب أن المدير الفني لحق أبو طول طيب دي المباراة الأولى في دور المجموعات للنادي الأحلي أما نادي الزمالك فدي المباراة التانية لي مباراة السجراء ده بالزبط بعد التعادل مع بيترو أتلتكوم في المباراة الأولى بسوق حظ بصراحة يعني سوق حظ المباراة الأولى وطبعا أكيد كان فيه أخطاء فنية وأخطاء فردية وارد أي خسارة نقاط يبقى فيها كل شيء بس طبعا حظ العسر بصراحة كان وقيف قدام الزمالك في هذه المؤجرة الأول الزمالك خسارة في الدوري تعادل في بطولة الأفريقية أمام بيترو أتلتكوم والأمور صعبة ولكن هو بلعب مع منافس المفروض أن هو أسهل منافس في المجموع يعني أنا بقول برضو الزمالك يعني أنا بشابهه برضو يعني زي النادي الأسل برضو نادي بتقوله عنده لعبة خبرات كويسة جدا عنده لعبة دولين كويسة جدا لعب على المستوى الأفريقية في الده كتير وفي لعبة طاقسة بقى وملاعب وكل هذه الأمور ولكن شاف الماتش الأخير مع بيترو أتلتكوم لا الفرقة ما كانش كويسة بصراحة يعني إدى فرصة للبيترو أتلتكوم أنه يمسك كورا أنه يهاجم نادي الزمالك وأنه يهاجم نادي الزمالك وأنه يهاجم نادي الزمالك في ملعبك المفروض النهاردة بتلعب عندك الأسلوب وعندك التكتيك المناسب لذي المباراة وإنت تقدر تخلي دايما فرقة منافسة دي النهاردة تحت ضغط بسهلا عملي يا كابتن فاتح لم يبقى عندي 4 أو 5 كور في العرضة وكور جنب العرضة ما أنا فيه فيه سوق حظه فيه سوق توفيق أنا سعيد بسهل بحط نفسي مكان حضراتك بسهل أنت مدرب وقف على الدكة برة عملت وانت بعمل لي تانيش لا فيه سوق ساعات أحيانا الفرقة بلازم سوق توفيق أو ساعات إهضار فرص سهلة جدا ولكن زي ما قلت لك برضو الزمالك كنه يتعادل مع بيترو أتليتك هنا في القاهرة برضو بيبقى صعبة شوية يفقد نقطتين بتبقى صعبة أقوى خاصة النهاية في مستهل مشواره في دول المعنوات بعد كده خسر المباراة مباراة سموحة فالأمور تتأزم أكتر يتعامل إزاي مع مباراة زكرادة مع هذه الظروف الصعبة أنا بكلمك على الناحية المعنوية قبل كبير لا ومسا طبعا أنا يمكن دور برضو مجلس إدارة ناس الزمالك المفروض يعني برضو إذا كان هناك هزيمة من سموحة وتعادل مع بيترو أتليتك لازم يبقى النهاردة فيه اجتماع حتى مع اللعيبة برضو فيه حوافز فيه النهاردة دافع قويس جدا دافع مع نوين النهاردة خلاص ببتدي حتى بنعمل ستارت جديد في المباراة القادمة فديه دور مجلس إدارة ودور طبعا لو فيه مشرف على كرة القادم أو لجنة كرة القادم في نادي الزمالك ده دورهم لأن طبعا فيه اللعيبة نفسها والمدير الفن الكرترون هو أنت حتضغط جامد قوي مخصوصا بعد برضو الهزيمة من سموحة من سفر في الدورة العامة فيه ناس حمال الكرترون كل هذه الأخطاء سواء التعادل أو الخسارة بعد كده فيه ناس تقولك لأ لعيبة نادي الزمالك هم لعبون كبار المفروض يبقوا بمستوى أفضل من كده بروح أكتر من كده أنت تحمل مين المشؤولية من تكلم فيه خسارة سموحة وتعادل لا هو دائم بيبقى فيه دور مدير فني يعني دائما الناس خلي بالك برضو الإعلام دائما بيحمل المدير الفني يعني برضو لو خسر حتى لو سوق توفيق زي ما قلتلك كده وتعادل الزمالك مين السبب بالمدير الفني فأحيانا بيبقى المدير الفني بيبقى المدير الفني برضو ده كابتن فتحي أحيانا المدير الفني بقى مخطئ ممكن في تشكيله في اسلوب لعب وفي تكتيك مخطئ ولكن برضو اللعيب بيبقى لها دور كبير جدا وده دور المدير الفني من خلال توجيهاته ومن خلال تعليماته ومن خلال محاضرة لقبل المطش بيوم أو بيومين خلاص عارف اسلوب اللعب وعارف تكتيك اللعب فكل هزي الأمور إن اللعيب بينفذ لي اللي أنا عايزه اللعيب انت عندك النهاردة برضو خلي بالك جهاز جهاز مساعد النهاردة بيقف يتكلم يدي تعليمات وعزي الأمور هتقولنا كرة تانية يا كمان عبتعد محمد عبد المنعم دي قبل ضربة الجزاء عشان عايزة يصير الكابتن فتح مبروك عنها شوية عشان محمد عبد المنعم عبد المنعم تحمل انتقادات عنيفة جدا من جميع النادي الزمالك في هذه الكرة تحديدا في تقطيته للتسلل وفي ضربة الجزاء هجاب رحضرتك مرة أخرى تلوقتي عشان هلاك تحليل لي هو كان المفروض يتعامل زي محمد عبد المنعم مع الكرة دي محمد عبد الغاني عفوا محمد عبد المنعم حافظين احنا محمد عبد المنعم يمن كسب أمر أفريكا عايش معنا شوية متألق ومبدع محمد عبد المنعم محمد عبد المنعم هو مدافع كبير بصراحة يا كابتن فتحي وهو مدافع محترم بس سعب عليه شوية انه شال الليلة شال الليلة اي حد اي حد في الديفنزل النهاردة مختر يشيل النهاردة لزيمة يشيل النهاردة سبب في الجول دي اي حاجات وردة في كرة القدم ومن زمان يعني مش جديدة لأ النهاردة اي فنزل النهاردة اي حد بدي فنزل بيغلط هو بيتحمل مسؤولية حتى هو حارس المرمى أخطأ بيتحمل مسؤولية والناس دايما بتفتكر لو الحاجات دي غير الفروت فيده ما بيجيو جولف ماتش ذاكرة بتبقى على طول الفروت عادي تعادي اي كرة معاك يا كابتن بص تفضل بقى كابتن فضل لا هو فين دفاع من محمد أبرغان يعني فين دفاع النهاردة كان لازم يعمل بص هو مغطي خلاص الوف سايت ولازم يبقى فيه هنا انا هعمل دي لينج دي لينج دا تعطيل تعطيل للفروت مدخلش مندفع هدي فرصة الزميلي يبتدوا يرجعوا هدي فرصة لخط الدار يبتدوا يرجعوا وعملية دي لينج دي وهم في كرة القدم النهاردة ليه دايما حسب ضرب الجزاء لانه فين دفاع انت حطيت نفسك النهاردة يبقى فيه مهارة كويسة جدا يقدي ولكن عملية التعطيل هنا دي مهمة جدا وخصونه بعيد يعني مش النهاردة مش مواجن المرمى بعيد النهاردة عملية تأخير دي كانت مهمة جدا جدا لمحمد عبد الغير عايزة خلش محرك شوية على الدوري الممتاز رجع الدوري بكل المبارياته الحلوة مبارياته اللي فيها بعض المفاجئات وبعض الأمور الطبيعية والمنطقية هذا الأسبوع الأسبوع التاسع كان مباراة الاتحاد اسكندري وهي أستر كامباني وآستر كامباني بياخد نقطة عشان يبدأ يفوق شوية كابتن على عبد العالم من نتائج سيئة جدا منذ بداية الموسم النقطة التانية لفريق أستر كامباني والاتحاد من وجهة نظر الاتحاد والجهاز الفاني الاتحاد ان هم احضروا نقطتين في هزي المواجهة المواجهة دي اللي كذبان فيها أستر كامباني طبعا يعني برضو خلي بالك استر كامباني يمكن في الترتيب الأخير وعنده نقطتين وكان عنده نقطة قبل هذا اللقاء صح يعني برضو وماكسب شواله ماتش وكانت هزام بصفة مستمرة كابتن علاق يمكن لعب هزي المباراة بأسلوب كويس بأسلوب كويس وكان هو حتى يعني هو كان حتى بعد الاتحاد ما سجل هو كان عايز سجل يعني عنده الرغبة يعني حتى التغييرات الأعمالها كان عنده الرغبة فيه إحراز هدف التعادل وفعلا نجح الكابتن علاق فيه فعلا ياخد بنته من نادي الاتحاد السكندري ودي خسارة نادي الاتحاد السكندري لأن استر كامباني كل الفرق يثبته وفي ترتيب في ترتيب الأخير صحيح الاتحاد دلوقتي في المركز السابع برصيد 13 نقطة استر كامباني في المركز الأخير بنقطتين الاتحاد عنده تشكيلة حلوة وعنده فرقة محترمة جدا وبتأكيد عنه جهاز فني كبير بقيد الكابتن حسام حسن أحيانا بحيث الاتحاد بيعرف يحصد نقاط صعبة جدا وأحيانا بحيث أنه يهدر نقاط سهلة جدا هو أهدر في المباركة استر كامباني بسراحة يعني برضو خلي بالك اللعيبة دايماً ما تحس من الفرقة من الفرقة اللي بتلعيب استر كامباني ودي في الأخير وعنده نقطة بيبص على الجدول بيبص على الجدول بيبص على الجدول هو عارف لأ دي فرقة لا باللعيب تركيزه حتى بيبقى لال جدا ولكن ده دور جهاز فني برضو خلي بالك إن كرة القدم دائماً كرة القدم دائماً ما تعرفش إلا الفوز وتعرف الرغبة وتعرف النهاردة الإصرار على الفوز دي كرة القدم ميجيش النهاردة عشان الفرقة النهاردة في مركز أخير وبونت ومشعب إيه واللعيب النهاردة تبقى بيريلاكس أو ثقة الفوز في أي وقت لا هو تعامل تعامل فعلاً مع كده فرصة الإستران كامباني يتعادل في الآخر ويتعادل بواحد واحد النتيجة طيب مباراة المقصة وقت رعي الجيش السفر سفر المباراة كانت سلبية حتى أداء الفرقين في هذه المواجهة ما كانش أداء كبير لا هو طبعاً المقصة يمكن برضو يمكن برضو مش فارقة المقصة اللي كنا نعرف مقصة دائماً بيقف ليه دور كويس قوي حتى بيبقى في ترتيب الجدول تليه الرابع الخامس حتى الآن بنتكلم في 8 نقاط نعم نبص بقى على تشكيلة مصر المقصة كابتن فتحي تقريباً 90% من اللاعبين الشباب عشان ناشى كتير صحيح بس رابعاً كده هو قدر يجمع 8 نقاط بس هو الاستثمار برضو كرة القدم ده مهم جداً وبعدين المقصة عنده قطاع نشيئين كويس وعنده قطاع شباب كويس فهو بيستثمره مزان تقولت كده انه هو خلاص اللاعبة اللي كانت عنده او اللاعبة اللي كانت قوام الفرقة موظمها مش كلها تباع كله تباع ويعني الفرقة دلوقتي حتى الميزانية بتاعتها قلت طلاق الجيش بقى اللي غريب شوية مش هو طلاق الجيش يعني طلاق الجيش الموسم اللي فاتت كان موسم رائعة جداً الموسم ده شوية موسم غريب علماً انه هو كان بدء الموسم كمان بسوبر سوبر مصري وفايز على النادي الالي وفايز بوك بطولة سوبر الآن في المركز الستاشر يعني بستة نقاط فقط ستة نقاط اه يعني برضو حاجة غريبة اه يعني برضو عارف اللي أنا بستقراب تسار واحد وتلات عامل اللي أنا بستقراب لحتى شوه الانتاج الحربي يعني الانتاج الحربي في ترتيب الجدول درجة الاولى اه برضو في عيد قوي اه يعني برضو من الانتاج الحربي نازل من ممتاز برضو في رقع كويسة نازل ده برضو في ترتيب واحش جد طلعي الجيش برضو عنده الامكانية عنده الامكانيات كويسة والكابتن عبد حميد بسيوني كان عامل معهم شواله كويس جدا صحية وطلبوا ان طلعي الجيش في مركز انا شايفه برضو مركز لا ينسب طلعي الجيش بامكانياته باللعب اللي عنده لا ينسب طلعي الجيش لا ينسب طيب مباراة اخرى كيات مباراة مهمة غز المحلة والمقول العرب غز المحلة قدر يقتنص نقطة من المقول العرب مما د Alma كان كنا نسجل للمقول العرب هدف اول وقدر غزل المحلة يتعادل بهدف لمحمد فطحا المدافعة الرائع جدا لغزل المحلة مباراة بين محمد أودا المقول العرب كان بادي الموسم مع غزل المحلة بلعما في말 قديم وفي المحلة قدام كابتن عبد الحميد بسيوني وكبتن محمد أودا كان معايا وقال ان جميع المحلة استقبلته بشكل محترم وإدارة المحلة استقبلته بشكل محترم. لا يا طبعا دائما الجمهور تحس بالمدير الفني بتاعه حتى لو راح المقاولين ورجع المقاولين بنعنا على رغبته لانه ابن نادي المقاولين وقطعا انا مش هسيب نادي المحلة وهاجري. لازم استأذن ناس المسؤول مجلس إدارة والكلام من دهما وفؤولي وبعدين هو حطي ممكن برضو الشرط الجزائي يا جماعة اخذوا الشرط الجزائي يعني تعامل باحترافية وتعامل باحتراف مع مجلس إدارة نادي المحلة فكون الجماهير بتستقبله استقبل ده لا ده جماهير محلة وطابع جماهير محلة على فترة حتى إما كنا بنلعب النادي الآلي بتلعب ضد غز المحلة تلاقي الاستقبل رائع من جماهير المحلة بصراحة الكابتان عبد الحبيب باسوني مدير فني كبير يؤدي بشكل رائع جزم حركة السعيل كان مع طلع الجيش قده بشكل رائع وكسب السوبر من النادي الآلي والآن مع غز المحلة يقدم مباريات الى حد كبير لا أنا مبارح والله شايف فرقة غز المحلة كويسين جدا بلعبه ورتم سريعه وكرة سريعة يعني مش عايز أقولك بلعبه وان توتش وطوتش دي في الكرة ودي حاجة كويسة جدا أنا شايف فرقة غز المحلة إنه عنده لعبة كمان كويسة عنده لعبة كويسة يعني فعلا مباراة تسموحه وزباك كنا لسه بنتكلم معنا وسموحه يفوز بهدفين هدف أول لي صديق جولو هدف رائع جدا هدف من الهدف الحلوة هتولنا يا جماعة الهدف ده كمان كان هدف رائع جدا وهدف تاني لعبة الكبير الودي اللي كنا لسه جايبين للوقت الكورة ضربة الجزاء اللي عملها محمد عبدالغاني إيه اللي عمله كابتن أحمد سامي عشان يفوز بهذه المباراة لا أحمد بص يعني أحمد معنا لعبة كويسة أحمد أيضا من عنده فكر كويس أنا برضه فكر كويس فكر تدريبي كويس بلعبنات الزمالك هو مقفل لك مساحات كويسة جدا بص جمال هدف جمال هدف يا كابتن فحي تصويبها تصويبها رائعة ومفاجئة جدا ليه محمد عواد محمد عواد حرص حظه سايق بصراحة دايما يعني المباراة اللي الزمالك فيها بيبقاش في الفورمة لا بس يا برضه خدمت طبعا لا طبعا لا لا أنا أقولك مش خطأ لمحمد عواد أنا أقول حظه وحش في النتائج يعني مش على مستوى الأداء بص بقى زي ما قلت لك جونة تانية عملت ليه خليك فيه هدوء خليه وطلع لبرة كده على وهدوء وهدوء ما غير ما تحصل أي التحامات لأن أي التحام في مطقة الجزائية خلاص ضرب الجزائية صحيح طيب حنروح لفاركو وهذه المواجهة بس الأول نكمل الزمالكو سموها عشان فيها كلام كتير فني ومهم جدا سموها أنت قوتينا أحمد سامي عمل مباراة كبيرة دفاعيا وهجومية كرتينوا للناحية التانية يعني قابل انتقادات عنيفة جدا بعد هذه المباراة أنه أشرق تقريبا تسع لعبين ما بيشاركوش بشكل أساسي مع بداية المباراة وهو كان رأيه بعد هذه المباراة في المؤتمر الصحف أنه كان بيريح اللعيبة اللي كانت مجاهدة أنت لو مدير فني تريح تسع لعيبة دفع واحدة ولا ممكن تريح تلاح تلاح لا 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 نريح الناس اللي مجادة أو لعب يعني الناس اللي لعبت مرات كتيرة وحاسن فيها إجهاد وبعدين إجهاد إيه من أنت النهاردة كمدير فني النهاردة دي كافري ده مهموم جدا النهاردة بردو تقدر تريح اللعيب يوم يقدر ينزل يعمل إطالات وخلاص وبعد كده ما يخشش فيه فيه النهاردة في حتة بقلياقة وحتة كلمن ده اللعيب نفسه يبقى عنده الناس داخل عنده حوافل فتكون النهاردة يغير تسع في تشكيل فراء ده غلط مادة غلط لأنه برضو عملية التجانس النهاردة للناس دي بتلعبش كلها مع بعض هم على مستوى الفردي كلهم لعبين رأيين كلهم لعيبة بس النهاردة للشغل التكتيكي واسلوب اللعب والحاجات دي مش متعودين عليه لأنه كل واحد طبعا نهاردة كان بديل وكل واحد احتياطي ولأ فالأمور دايما المدير الفني النهاردة ما بيغير على الأقل على الغارة غير في مركزين ثلاثة بالكتير أولا ولكن تسع العيبة دي بيحصل ضرب بالفرقة ويحصل ضرب بالفرقة ويحصل ضرب أيضا في اسلوب اللعب وتكتيك اللعب وحتى النهاردة إثبات الزيت لكل لعيب طيب النهاردة الأداء الفردي هو اللي بيغلب على الأداء الجماعي بالتأكيد طيب هذه المباراة كنا نتكلم فيها مع كابتن مجد عبدالعاطي مباراة فاركو وإنبي مباراة صعبة طبعا الكابتن مجد عبدالعاطي قدام مدرب كبير هو الكابتن حلمي تران قدر يفوز اليوم النهاردة كابتن مجد مع فاركو بهدف دون رد وفاركو المباراة الأخيرة تحسوا النتائج واضح جدا الآن فاركو في المركز الخامس بـ 15 نقطة وأداء جايد رغم أن البداية في البداية الموسم ما كانتش بداية جايد هو كابتن مجد قال كلمة كويسة برضو انت عرف البيت دي سكى للجهاز الفني دي سكى للعيبين الناس المسؤولين مجلس إدارة طبعا يمكن مشكورا طبعا يمكن أبقى على الجابتن مجدي برضو كان عنده دوافع كويسة جدا الكابتن مجدي برضو من خلال تعامله مع مجلس إدارة أن الهدف إيه اللي عندي استراتيجية أنا عايز إيه؟ عايز أقبع في الدور الممتاز مش عايز النهاردة خش في مربع عزها بيقول نهاردة لا النهاردة بيبقى دايما فكر الموديل الفني وفكر مجلس إدارة النهاردة فاركو تستمر في الدور الممتاز إنه طالع بطبعا بالدرجة الأولى لدور الممتاز فاستمراره استمراره في الدور الممتاز دي حاجة كويس ويبني بقى على السنة الجاية يشوف إيه اللي هم يحتاجوا سواء من عناصر سواء من صفقات مشكلة مش مشكلة مشكلة فاركو وفيوتشر تحديدا إنه هما دخلوا الموسم بتموحات كبيرة جدا إنه عملوا تشكيلتين رائعتين جدا سواء فيوتشر وفاركو والاتنين تقريبا بياخدوا نتائج دا دلوقتي يعني فيوتشر النتائج برضو أيضا تتحسن في الفترة الأخيرة وفاركو النتائج تتحسن في الفترة الأخيرة فما حسوكش إن هما الفرقتين اللي دخلين عشان يبكوا في الدور دول حسوك إن هما الفرقتين üzerine اللي عبوا على المربع إزاي لا مش مش شرط في أول موسم كده ما فهوم مش شرط في أول موسم هو ممكن ما تكونش أهدفه كده بس إنت أحساسك كده اللي يم في marker تحلوين أول الدوري النهاردة برضو عملوا في marker تحلوين ما تيب بص النهاردة دوري هتلاقي أهل زمالك نهاردة فيه النهاردة فيه يسمtha فيه النهاردة الاتحاية دي يعني فيه برضو فرق لا ليه قدمية فرق متمرسة فرق عندها برضو لعبة كويسة عندها طموح وعنده وبعدين ايه خلي بالك الأنصر الجماهيري كمان الأنصر عنده عناصر جماهيرية يعني معظم الفرق دي شعبية وجماهيرية برضو كبيرة فالنهاردة كون فيوتشر النهاردة كون بيرضو وفارقه النهاردة بيتواجده في الدور الممتاز آه طموح كويس ان هو يبغض وفكر في مربع زهبي ولكن انا شايف ان اذا مقتلك النهاردة نتائجهم ايجابية شولهم كويس وفيه استقرار دائما فيوتشر كابتن علي ميرو كابتن مجدى بتلغطي في فرقه فدي بتدي انطباع كويس جدا جدا لمجالس ادارة ان هو يستقر بالجهاز الفني ده حد ما نشوف نهاية الموسم طيب بيرامدز والاسماعيلي هي مواجهة كان الاسماعيلي يبحث فيها عن فوز مهم جدا يخليه يطلع من المرحلة الصعبة جدا في جدول ترتيب الدول الممتاز بيرامدز ايضا كان يبحث عن هذا الفوز لصدار الجدول ترتيب الدول الممتاز كده كانت المباراة مهمة جدا وكواية جدا وحتى مصار المباراة كنت تحس ان فيها ندية كبيرة جدا الى عن حسما بيرامدز المباراة بهدف احمد سيمي رايك ايه في هذه المباراة وموقف بيرامدز والاسماعيلي حتى لا انا انا شخصيا بقول انا زعل على اسماعيلي عمر الاسماعيلي ممر وهذا الموقف الاسماعيلي في المركز قبل اخير في تلات نقاط والنهارده عنده مدير فني ارجنتيني جديد برضو هزين كتيرة الاسماعيلي وعنده لعبة كويسة يعني عنده لعبة كويسة بس انا مش فاهم ليه ان هرده هما في بادلك بقى بصراحة يعني في بادلك بالنسبة لهم برضو بيرامدز المفرق الكويسة اللي فيها استقرار وفيها النهارده كابتن نهايب جلال وفيها برضو استقرار فني وإداري وكل ومالي وكل حاجة فانا بس الاسماعيلي الاسماعيلي ان شاء الله كده اتمنى اتمنى من جمهور الاسماعيلي اللي هي تسند الفرقة في المرحلة القادمة دي لان صعب موقف صعب جدا جدا لفرقة الاسماعيلي اللي تبقى في مركز قبل اخير دي صعبة صعبة يعني صحيح يتعامل ازاي الاسماعيلي يعني مفوض الاسماعيلي يعمل ايه على مستوى المدير فني يعني هو انا دلوقتي اقدارت نادي الاسماعيلي جيبت لعبين مميزين في يناير وحاولت ادعم الفريق بشكل كويس وعندي مدير فني اجنبي ايه اللي ناقص الاسماعيلي ولا ما تقدرش تحاسب الاسماعيلي في الدوري بداية من مبارات بيراب الزحور لا اولا اولا النهاردة المدير الفني النهاردة يعني معاها برضو تعرف معاها الناس النهاردة المفروض جهاز معاون نهاردة كل هزي الامور النهاردة تدرس تدرس النهاردة اللي جوال بتخدش فينا ليه نهاردة ما قد ضعفه القوة اللي عندي النهاردة اسلوب اللاعب هل اسلوب اللاعب اللي بتلعب بيه ده مناسب للاسماعيلي وهاش مناسب العناصر اللي بتلعب هل النهاردة فعلا مفيدة كل هزي الامور لازم تبقى هيعلى النهاردة كمدير فني بتبني النهاردة فرقة بتبني فرقة النهاردة باسلوب باسلوب النهاردة وتكتيك واختيار لعيبة صح يبقاش النهاردة المدير الفني جاي قد فرقة لاسماعيلي وينزل النهاردة فاتح الملعب وتبقى النهاردة الملعب ما بتوحيد غلب في أي مطشي. طيب. بيراميدز النحة الثانية صدارة جدول ترتيب الدولي الممتاز اللي حين يعني ما الأهل يؤدي مباراة مؤجلة. بيراميدز السنة دي غير. بيراميدز السنة دي تحسه فرقة بطولة حقيقي. يعني هو دايما بيراميدز كان معودنا نوعاً تشكيلة رائعة من اللاعبين. عندهم ضربين رائعين. بس المرة دي تحديداً تحس الفرقة تقلت. هو الفرقة تقلت برضو خلي بالك هو عنده لعبة كويسة برضو يعني مطيب برصة تلاقي عنده على الأقل 4-5 عناصر في المنتخب. وبعدين عنده الكابتن اهاب برضو في استقرار. في النهار ده برضو مجلس الغرب يؤازر الكابتن اهاب حتى لو في خسارة عادل بيؤازر كويس جداً. اللعيب عندها دوافع. اللعيب عندها دوافع. خلي بالك اللعيب عندها دوافع. يعني هي تبقى في مربع زيب وتلعب البطولة الكوزرالية ولا بطولة الأبطال. دي برضو يبقى عندها دوافع كويسة جداً. لان اللعيب من خلال الحاجات دي. من خلال الحاجات دي اللعيب يبتدي يتعرف واللعيب يبقى ليه تقل. تقل فني. النهاردة تقل فني برضو بيددينه النهاردة. رؤية اعلامية كويسة جداً. النهاردة بالناس بتتكلم عليه. النهاردة بينضم المتخب مصر في كل هذه الأمور. انا شايف برامتز من الفرق طبعاً كويسة. يعني من الفرق كويسة. ولكن طبعاً الاهلي والزمالك لسه ليهم متشد بقية. طبعاً نشوف بعد كده. لما متشارعة الاهلي والزمالك لاتتلعب يبقى في المركز ليهم. وأنا واثق الناب المتخب الى نسا الله يبقى في المربع الزهب يعاني. في المربع الزهب ولا ينافس ال الوزمالك؟ هيبقى في مربع الزهب. دي إجابة زكية. في المربع الزهب. مربع الزهب يعني الناردة دخل برضو في الاربع الاول. مهو في فرق نحنا عرامينيه في فرق. احنا نفس الاهلي وزمالك على الدوري ولا هتبقى موجود في المربع الزهبي وخلاص لا لا انا يعني انا شخصيا بقول لا لا مش هي نفس اهلي وزمالك طيب مباراة اخرى كانت مهمة جدا هي مباراة فيوتشار وي البنك الاهلي النهاردة فيوتشار فاز بهدفين ناصر ماهر وي محمد فاروق كان فيه طرد محمد دبش من البنك الاهلي بعد الهدف الاول لفيوتشار فيوتشار ايضا اداءة حسن جدا وتشكيل فيوتشار مليئة بالنجوم اللي عندهم خبرات كبيرة في الدور المصري والنهاردة عملوا مباراة حتى من غير الطرد بتاع البنك انا اتفرجت يعني اتفرجت على شروط بابتشار ck حالد لازم يعالج اخطاء جدا طبعا تحس ان وسط الملعب مفيش وسط مالعب في البنك الاهلي المم يعني انا بتكلم وبمتاله امنا وبتكلم فنيا اي هجم النهاردة اي هجم النهاردة محمد جنب الشمال في البنك الاهلي المم جنب الشمال فى البنك الهل ما عارفش يعن технолог التحس ان على ايه فرقة انهار ي hopesب في اكساب 3 ا 4 من الجنب الشمال بتاع البنك الهل فرق كبير جدا دفاع النهار فحتة ونس الملعب فحتة النهار دى بقولك ان انهار ده انا شوفت البنك الهل pidه كان يلعب باسنوب كويس وبتس applied النهاردة مفتوحين. كده فيوتشر النهاردة كان بيقول لك ممكن يكسب تاته رفعة. وخصوصا في حاجة في الجنب الشمال عند الكابتن خليج دي. فيوتشر في هزي المواجهة شهد هدف للناصر مهر. الناصر مهر هدف حلو قوي. هدف حلو قوي. بعد غياب طويل. هدف كويس. لعيب موهوب بس تحس ان الناصر دايما يعني مش مش بياخد لنفسه المساحة الحقيقية لنفسه هو. لا هو ناصر من زمان يعني حتى حتى في قطاع عندنا في الشباب كان لعيب كويس. يعني اللعيب لعيبة اللعيبة الكويسة اللي عنده مهارة وعنده رؤية كويسة. وبيزبط بقى ذاته يعني بيزبط ذاته حتى في فيوتشر بيزبط ذاته في اي ناديب الروح بيزبط ذاته. لانه هو عايز. يعني برضو عايز النهاردة يبقى الناس بتتكلم عليه عايز النهاردة. يبقى النهاردة من اللعيبة اللي بتجيد النهاردة. سواء في تسجيل اداب او صناعة لعب النهاردة. ليه النهاردة امكانات كويسة ناصر. من اللعيبة كويسة فعلا. هقول لحرك جدول الدولي حتى الان وبعد كده ه أتكلم معك على الحاجة المهمة في منتخب مصر مباراة تصفيات كأس العالم طبعا الأسبوع دوت وجلت منه مباراة الجنة والنادي الأهلي وبكرة إن شاء الله المصري واسر ميجا كيلو بطرة جدول ترتيب الدولي ممتاز حتى هذه اللحظة برامد في صدقات جدولة ترتيب 20 نقطة الأهلي في المركز الثاني بـ 19 نقطة الزمالك بنفس الرصيد في المركز الثالث واسموحة في المركز الرابع بـ 18 نقطة فاركو في المركز الخامس بـ 15 نقطة المصري في المركز الثالث بـ 13 نقطة بنفس الرصيدة لتحادث خندري في المركز السابع وفي المركز السامن فيوتشر بـ 12 نقطة وفي المركز التاسع البنك الأهلي بـ 11 نقطة وبنفس الرصيد غزل المحلة في المركز العشر الجنة في المركز الـ 11 بـ 11 نقطة وسيرامية كيلو بطرة في المركز الـ 12 بعشر نقاط وبنفس الرصيد إنبي في المركز الـ 13 في المركز الـ 14 مصر المقصة بثمان نقاط ومقول العراب في المركز الخمستاشر بسبع نقاط رعي الجيش في المركز الستاشر بستة نقاط والإسماعيلي في المركز قبل الأخير بثلاث نقاط وأخيرا بن Berсть Sen Company في المركز الأخير بنقطتين فقط غريب الإسماعيل أنا؟ أنا بقول لك أناoplan أنا شخصين مستغرب نتاج الإسماعيل ومستغرب موقف في الدوري صحية يعمل باستغربه إسماعيل طول عمره طول عمره تلاقيه في المركز الأولائي وبينافسه صحيح مباراتية أصفات كاس العالم أنا دايما أتحدث عنهم كل يوم مش عايزين ننسى أن احنا عندنا مواجهتين في منطقة القوة قدام السنغان نفضل نفكر الناس وندعم منتخبنا ونشجع ونحط إيدينا على قديم ونقول لهم يا رب إن شاء الله يكرمكم فنفضل طول وقت مركز في يوم هل تتوقع تغييرات في القائمة هل تتوقع عناصر جديدة في قائمة منتخب مصر المواجهة للسنغان أشك أشك أن مستر كروش والجازي الفني هيدخل عناصر جديدة برضو خلي بالك مفيش تجمعات بالوقتي مفيش مبارات ودية فهو النهاردة يعتمد على عناصر اللي كانت موجودة بس إنت مثلا لما محمد هاني تقلق في كاس العالم للأندية مش محتاج بكراية ممتب داخل عشان المكان ده بكرم طفل أمر كمال عبدالوحد دلوقتي أصبح صهير صحيح النهاردة محمد هاني بيتقلق صحيح مع النادي الأهلي بيتقلق في حاجات كتير جدا في النواحي الجميع النحية الدفعية أتمنى كده بأقولك أتمنى يعني أتمنى محمد هاني إن شاء الله الفترة القادمة نضم لمنتخب مصر ودي بتبقى حاجة كويسة أن يبقى النهاردة عندك ظهير أيمان النهاردة برضو في المباراة الأولى المباراة الأولى حاجز واحد النهاردة عنده رؤية هجومية كويسة جدا صحيح لأن الترموار الأولى برضو يهمك النهاردة اللجنة بتشتغل كويس قوي عندك واحد عبراته كويس قوي عنده واحد فكر كويس قوي يقدر يخش على حاجات الصورة في التمنتاشر الوان تو محمد هاني بيمتلك بيمتلك المقمات دي متاكل حاجات دي صحيح صراحة يا كابتر الكبير كابتر فتح مبروك دايما مشرفني ودايما منوارني ودايما بستفيني بنخليك شكرا جدا عزيزيوك بنخليك شرفت ونورت